التحليق في الخيال شعار يرفعه متجر بروكلين سوبرهيرو الذي يبيع المنتجات الخاصة بالأبطال الخارقين في نيويورك برنامج الكتابة الخيالية والذي يشارك فيه طلاب من سن السادسة إلى الثامنة عشر عاما بمساعدة معلميهم وهدفه تعليم الكتابة الإبداعية عن طريق لعب الأدوار التمثيلية والألعاب التخيلية هدفنا تنمية الكتابة الإبداعية نعتقد أنه عندما يشارك الطلاب في برامج الكتابة الخيالية فإنهم يبنون المهارات التي يحتاجون إليها في المجالات المختلفة كما أنه يطور العواطف الاجتماعية مثل ثقة بالذات التي من شأنها أن تساعدهم على نجاح في مستقبلهم ولأن الأبطال الخارقين هم في الأصل من صنع خيال الكتاب والرسامين فلا أحد في الواقع يمكنه الطيران أو اطلاق أشعة الليزر من عينيه لذلك يقدم متجر بروكلين هذا البرنامج لدعم خيال الأطفال ليصل إلى هدف أكبر وهو خلق جيل جديد من الفنانين المبدعين لقد تعلمت الكثير مثل الكتابة الخيالية والشعر والكثير من الأشياء وأنا سعيدة جدا بذلك العمل الجميل الأطفال بطبيعتهم فئة مبدعة ولكن يحتاجون إلى اهتمام أكبر ومساعدة الطفل على كتابة ما يتخيله يعتبر من أهم الأدوات التي قد تساهم في تشكيل وعيه وثقافته تقافته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر